كمان عايزة أطمنكم على فكرة على وضع اللاعبين في الفترة اللي جاية كان الفترة الأخيرة طلع كلام كتير جدا لعيبة كتير عقودة هتنتهي انتو عارفين ان للفترة الحالية في ضغط مباريات وانت بتبدأ موسم بتلات بطولات هلعب عندك مساحة نقطة تتكلم مع لعيب وتتفاوض معها على التجديد على زيارة المدة على زيارة العقد اكيد لا بس انا بقولكم بإذن الله بعد مباراة العين ومع بداية الدوري هتلاقوا الفترة الجاية في اجتماعات بالتم لحسم ملفات التجديد مع العديد من اللاعبين ابرزهم ثلاثي حراس المرمى الشناوي مصطفى شبير حمز علاء في الفترة القادمة وتحديدا كمان الشناوي حمز علاء عشان عدوهم ينتهي بنهاية الموسم الحالي وقضامنا طبعا دي لقطات لمحمد الشناوي في تدريبات تسابقة بإذن الله ينتهي يمكن زي ما انتوا شايفين فيه اجراءات هتبدأ من الكابتن محمد ربضان عقب مباراة العين الاماراتي لتجديد التعاقد مع الشناوي وحمز علاء في الفترة اللي جاية عشان يكون فيه مزيدا من التركيز بقى والتفكير اكتر في المباراة والبطولات اللي جاية ضغط غير طبيعي خلال الموسم الحالي طيب ده جانب متعلق بالاهل لان الفترة الاخيرة السوشيال ميديا كلام كتير اوى على موضوع حراس المرمى حتى النهاردة في المطامر الصحفي برضو السؤال التقليدي الروتيشة اللي بيحصل في مركز حراسة المرمى الشناوي قالها يا جماعة السؤال ده تسألته مئة مرة قبل كده وردت عليه رح كولها على طول خد الكلمة من الشناوي وقال سؤال ليس له محل من الاعراف في التوقيت ده